السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتحدث عن علامات النصب فالنصب هو الحالة الثانية من حالات الإعرابي إلى جانب الرفع والجزم والجر فقد تحدثنا من قبل عن الرفع والنصب يكون في الأفعال ويكون في الأسماء بطبيعة الحال الأسماء المعربة هو كذلك الأفعال المعربة والفعل المعرب هو الفعل المضارع فقط هو الذي يعرب النصب يأتي داوما بعد الرفع والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة وتكون هذه العلامة في علامة للنصب في الاسم المفرض في قولنا قرأت القرآن أو رأيت محمدا فمحمدا والقرآن كلاهما منصوب على المفعولية رأيت محمدا محمدا منصوب وقد قلنا يوم أمس بأنه منصوب بأنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره محمدا الأمر نفسه معه فهو محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ثم عندنا الفعل المضارع الذي سابقه حرف نصب لن يكتب الدرس لن يكتب الدرس لن حرف نصب يكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فلاحظنا هنا أن الفعل المضارع جاء منصوبا لماذا؟ لأن حرف النصب قد سبقه والدرس منصوب لماذا؟ لأنه مفعول به فهو منصوب على المفعولية فالفتحة إذن تكون علامة للنصب فقط في موضعيني الموضع الأول هو الإسم ثم الفعل المضارع الإسم المفرد أو جمع التكسير أيضاً جمع التكسير يكون فيه النصب بالفتحي ثم عندنا العلامة الثانية هي الياء والياء تكون علامة للنصب في موضعين المفنى والجمع جمع المذكر السادي فنقول مررت بمسلمين مررت بمسلمين مررت بمسلمين مجرورة رأيت مسلمين في السوق رأيت مسلمين في السوق علامة نصبه ألياء لماذا؟ لأنه مثنى فألياء دوما تأتي علامة للنصب في المخنى كقولنا أيضا قرأت الكتابين كتبت الدرسين فالكتابين والدرسين كلاهما مفعول به منصوب وعلامة نصبهما ألياء لماذا؟ لأنهما مثنى ثم أيضا الياء يأتي علامة للنصب في موضع آخر وهو جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم كقولنا رأيت المسلمين رأيت فعل وفعل المسلمين مفعول به منصوب علامة نصبه ألياء لماذا؟ لأنه جمع المذكر السالم فعلامة النصب التي رأيناها اليوم هي الفتحة ولياء وعندنا علامة أخرى سنأتي على ذكرها في درس لاحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر